طبعا من ضمن برضو الاخبار العظيمة والظريفة في برنامجنا النهاردة هو الخبر اللي بيقول ان السيد احمد موسى زار سجن واد النترون اللي هما مسمينه مركز التأهيل في واد النترون وده انت مش محتاج تقدم له ولا حاجة هو بيقولك ان قعدت مع وزير الدخلية اربع ساعات جوه مركز التأهيل طبعا مركز التأهيل والاصلاح ده اللي هو السجن يعني اللي هو السجن يعني وطبعا من اهم الحاجات انه قالك ده زي امريكا بالظبط يا رب اشوفك محبوس في امريكا يا رب اشوفك محبوس في امريكا والله قالك ده زي امريكا بالظبط تمام واهم حاجة بقى انه هم هيلغوا لفظ سجن وسجين من القموس وهيسموه نزيل يعني زباط الشرطة وزباط السجون وزباط الترحيلات من هنا رايح لازم تروح تاخد دوارات في وزارة السياحة المصرية ويبقوا زيهم زي الناس اللي بتشتغل في الفنادق وتقول ايه بدل ما تقول احنا المساجين في عمبر خمسة عنين اضراب تقول انه زلاء في عمبر خمسة رفضين ان يتعاطوا الوجبات الكلاسيكية العظيمة اللي مليانه سيمون في ميه وافوكادو وعصير جريفروت مش عايزين ياخدوا الاكل بتاعه يا فندم موضوع السجن ده كله يعني في الحقيقة يعني موضوع السجن ده كله بالفيلم اللي اتعامل ليه بالمزيكة بالدراما بالحكاية بالمسميات بالتغيير يوريك قد ايه قد ايه الدولة دي من جواها يعني بينهم وبين بعضيهم وجوا ضميرهم من جوا حاسين بحجم الجرائم الفادحة اللي ارتكبوها تجاه المواطنين المصريين ايا كانوا المواطنين المصريين دول ايه على فكرة يعني بعيدا عن هم طيار ايه ده احساس ده عايز يطوي الصفحه يقفلها بس ما يصلحش في ايه حاجة فبيعمل ايه بيعمل تغيير في الاسماء بتاعتي الحاجات علشان هو نفسه هو نفسه يحس ان هو ايه لا ده انا ازنابنا بس مش كتير ازنابنا لما كانت سجون دلوقتي ان شاء الله الحاجات تبقى كويسة مش هتبقى سجون قوي هتبقى نزلاء و و اماكن نزلاء و نزلاء و كلام عجيب جدا الاعجب الاعجب ان هم متخيلين الناس هتصدقوا ده بقى اللي انا يعني واقف قدامه حقيرا انت ازاي متخيل ناس المصريين الغلابة دول هيصدقوا الكلام ده يعني انت ازاي متخيل انه الناس هتيجي تقول لو سمحت نزلني في مركز تأهيل ودي نترون نش هيقولوا نزلني عن سجن ودي نترون ازاي انتو الاصعب بقى مش المواطنين المصريين المواطنين المصريين برضو دور عليهم ها بنهشهم بيتهشوا الاصعب هم هو انهم مصدقين ان هم هتحكوا على العالم العالم اللي عارفين ان احمد موسى ده فطر النهاردة الصبح ها 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 مصدقين انه احمد موسى لما يروح يقعد اربع ساعات مع وزير الداخلية يتفسحوا في سجن ودي نترون ويركبوا العربية بتاعت الجولف دي اللي بتلف اللطيفة الجميلة دي اللي بتشتغل بالكهربا يقول له وص يا احمد بيه ده هنا مزرعة الحيوان وهنا مزرعة الدجاج وهنا هنرب النعام وهنا هن سمك السيمون في مية سمك السلمون هنقطعه نعمل وجبات السيمون في مية الصباحي وهنا ازاي مصدقين انه العالم هيصدق اللي انتو بتحكوا فيه ده يعني ايه ده انتو بتسوقوا السجن كأنه مزار سياحي حاجة من يعني ايه اولا تقريك انه الميزانيات عالبحر يابا امضي عايزين انا عشرين مليون جنيه اعمل فيلم امضي امضي اشوال اه ده فيلم مهم في الفيلم بقى جايبين ايه في الفيلم جايبين واحد من المساجين بيرسم عفتاح السيسي ويكتب بتاعها يا مصر تحتية عبس عبس كامل والله العظيم لو جبت بالنرد شو ما يعرف يكتب الكلام ده عبس خرافة اللي هو زغزغة بقى انت بتزغزغ المواطنين لا وقال ايه عشاني واريك حقول انسان بقى واحنا مهتمين بمشاعر النزلاء السجناء كتب لك تنويه باللغة العربية واللغة الانجليزية انه تم التصوير بناء على موافقة النزلاء يعني كل مسجون من دول كاتب ورقة زي الافلام الاجنابي على سنة مور رمبا بينتجوا في اليود يعني كاتب ورقة بيتنازل الحقوق المادية وحق النشر وحق البتاع ايه يا جماعة اللي انتو بتعملو ده ايه يا جماعة يعني ما تواجهونا كده بالحقيه ما احنا عارفينها اقولوا انتو ديكتاتوريين عسكريين فضعين احكوا للناس الناس مش هتصدق حرام الفلوس دي قاللوا بيها سعر الزيت قالل بيها سعر البيض قالل بيها اي حاجه يعني الفلوس دي احنا خلاص احنا عارفين الواقع الناس عارفة الواقع وعايشة جواه ومشية جوا الحيطة خرمت الحيطة ومشيت جوا ايه انسى بقى انسى خلاص واجهني بحياتك انت ديكتاتور والعالم عارف انك ديكتاتور وعارفين ان احمد بوق وعارفين وزير الداخلية ده اصلا عكس وزراء الداخلية اللي قبله محدش عارف اسمه علشان الرئيس ما بيحبش حد يعرف اسباء الوزراء المهمين علشان ما يبقلوش مرجعية ومصدقية جواه المجتمع يمكن يوم يحصل انه اوب كلوب كلوب يبقى واقف ياخد موقف سياسي مين ولا شمات يعني الحكاية كلها متركبة على انه دي ديكتاتورية عسكرية بيحكمها رئيس لابس بدلة بس ده الواقع بتضحك عن نفسك انت ليه بتشتغل نفسك ليه بتشربوا حاجة تطعطوا بتشتغل نفسكو في حاجة يعني محدش هيصدقكو ده العسكر مش هتصدق العسكر اللي بتسوق بقى العربيات ولا دوزلاء ايه يا عمه مش ده تأهيل ايه تأهيل ايه ورحين الجيم فيس ايه نفسه تأهيل هيأهلوهم ليه العام الاولمبية انتو الخرافة ايه ايه صنف المخدرات اللي الحكومة دي بتضربوا حرام حرام والله العظيم الناس هتقلع الهدوم وتخرج منها خلاص تلاقوا الناس ماشية بالحاجات حاجات لا حاولوا ولا قوت الا بالله لا والله العظيم ده انتو حكاية ده انتو حكاية والله حكايتكو حكاية قالك وقعدت معزيز الدخلية وقال لي نزلة نزلة مين اللي هيبقوا نزلة يا عم احمد مين اللي هيبقوا نزلة يا عم احمد ما تصلى عليه شفع فيك ده كل اسبوع واحد بيموت في السجن عشان ما بتضلوش الدول نزلة مين اشوفك نزيل يا رب اشوفك نزيل في فندق سبع النجوم اصوره ما تقلش عن 12 متر اه بص اه ادي ادي صورة المسجون بيصور عم فتاح اخب بالك بقى جايبين مسجون اه المسجون ده هتحبز زيادة ليه امطلعه اقرع يعني المسجون ده انت عايز بتقع ما امطلعه اقرع هو مش اقرع هو نص بس يعني هو في محاولات بيحاول بيقاوم المرض حرام بقى شوفولكم حل شوفولكم حل هتجننونها لا حاول الله يا رب قالك قعدت معاذيه الداخل الاربع ساق بسطه جدا صحية المصري مش ترجع على الفيستيجن ده على فكرة يا جماعة يا جماعة